طيب خلنا نشوف أيضا عنواننا الثاني مع سالمة الدل بحي وش يقول خلين شوف الفيديو مشاهدي الكرام ونرجع لكم آخر حالات وأساليب النصب اللي مرت عليه رح يستغلون شي رائج عند الكثير وأكيد إن الحالة مرت على أغلبكم فانتابهوا شوفوا بالله معي أول شي خلين نتغل لكم المقطع هذا اللي مقفلين عليه التحليقات هذا مقطع رح يمر عليه كذا تستخدم مواقع سوشال ميديا مروج حطين حطين اتصال هذا اتصال في تغطية سابقة لوزارة التجارة السلام عليكم وزارة التجارة والصناعة الله يحفظك وردنا بلاغ السادي وتطبيق الجوار الله يحفظك ياخذك بعدين النموذج هذا اول شي الاتصال حقهم يوهمك إنه إذا كنت متعرض إلى عملية احتيال سابق ولا مشكلة من مواقع وتطبيقات ومتاجر على الأونلاين قدم البلاغ ونحن بنجيب لك حقك فهم بيسرقونك أصلا مرة ثانية فأنا عندي رقم ثاني مخصصي لإكتشاف مثل هذه الحالات وتتبع أساليب العصابات فعطيتهم الرقم الثاني وحطيت اسم وهمي فنقول بدل سالم حطيت منصور جاءني اتصال من هذا الرقم صفر واحد كأنه خط أرضي ولما رديت عليه قال سالم أنت مقدم بلاغ كذا كذا أنا صار عندي لبس شوي يعني عرفت أني قدام عصابة ذكية بحثوا بالرقم شاف الأسماء الأكثر مسجلة فيها ومعني حالف أنا رقمي من كل مكان لكن ما دلي كيف عرفه فقلت إيوة أنا مقدم بلاغ فلوش سالفت قلت كذا 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 طلب بوربانك من مجر ووصلني ما يعمل زين وكذا فقام يطلبني بعض المعلومات أنا عارف إلى وين بيوصل إلى أبي شيرو أو معلومات بنكية فقلت له أنت من وزارة تجارة قال لي نعم قلت ليش ما تكلمني من رقم الوزارة الرسمي قال أنا جالس أتكلمك من خط أرضي شوف عندك كيف يبدأ بصفر واحد كذا ترى جاسين نشتغل ولا ضيع وقتنا أخلص علينا فيتكلم سالم الدل بحي يتكلم عن هذه أنواع الاحتيال منوع من أنواع الاحتيالات وفي احتيالات كثيرة جدا وحنا نشوفها بين فترة وفترة بس من المستهدف أي أحد مستهدف هؤلاء عصابات ويستهدفون القام بشكل عشوائي وعن طريق حاجة اسمها الهندسة الاجتماعية وأنا أنصح المشاهدين في البحث والقراءة أكثر في الهندسة الاجتماعية الهندسة الاجتماعية كيف أستطيع أقنعك بشي أنا أبغاه منك كيف أخليك تمشي معي كيف أخليك أتحصل على شيء أنت ما تتعطنيه أنا عملت هندسة عملت قصة عملت سيناريو هذا اللي هم قاعدين يعني يستغلونه يتصل عليك أنا من البنك الفلاني قد يتحصلون على بعض المعلومات أنا ما عرف كيف صراحة أن يتحصلون عليها لكن في النهاية هو يحاول يقنعك أنه من جهة رسمية هنا نقول للناس احذر انتبه في العادة تجيك رسائل السمس من الجهات الرسمية أو مثلا يجيك اتصال لكن الاتصال معروف الرقم موجود لكن ما يجيك اتصال من جوال أو رقم أرضي عادي ففي النهاية أنت متى ما اضطرت تجاوب معه خصوصا أنهم يتصلون يقول لك أنا من البنك الفلاني ترى ما في موظف بنك يتصل عليك يقول عطني ادخل بشرع عطني الكود هذه ما تصير أو يقول لك عطني الكود اللي وصلك من البنك ما في موظف بنك يقول لك ياها أبدا ولا موظف شركة الاتصالات أبدا لأن هذا الكود خاص فيك أنت احنا نقول هنا قل لكم حذرين إذا شكيت له واحد في المية قل له مع السلام أنا الآن مشغول ورح أنت أتصل على الجهة هذه أو على البنك ولا توجه له لكن لا تتفاعل يعني احنا شفنا ناس تفاعلوا بحسن نية وراحت عليهم مبالغ للأسف جميل جدا